يبرز العنوين رئيس الجمهورية قيس عيد يلتقي وزير الخارجية الأمريكية الكاف حجز أكثر من 5-2 كيلوغرام من مادة الفرينة المدعمة الهيئة العليا المستقلة الانتخابات وكدوا إجراء عملية اقتراع بيضاء لفائدة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية ضبط خمسة أشخاص من جنسية إفريقيا جنوب الصحراء تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير نظامية رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخلال استقبالها الوافد عن صندوق العربي للإنمال الاقتصادية والاجتماعي وزيرة التجهيز تبحث وفاق التعاون بخصوص تمويل جملة من المشاريع الجديدة إلى تفاصيل النشرة والبداية بشأن الوطني حيث وكدت رئيسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية قيس السعيد أجرى اليوم الاربعاء بمركز المؤتمرات بواشنطن جلسة عمل مع وزير الخارجي الأمريكي وذلك في طار مشاركة رئيسة الجمهورية في قمة قدر الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وضافت رئيسة الجمهورية في بيان لها صدران مساء اليوم بأن هذا اللقاء خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس وضحض الإدعاءات والأراجيف حسب نص البيانة التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض لساء إلى صورة تونس في الخارج والإبراز كذلك أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب سيادة من ممارسة حقي في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة ليوم السابع عشر من ديسمبر الجاري كما بيّنت أيضا في ذات البيان أن هذه المحادثة كانت مناسبة لتطرق إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس وأمريكا ولما يتقسمه البلدان من إيمان الراسخ بقيمة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في إطار يكفله الدستور والقانون واستعرض سعيد بالمناسبة جملة من التحاديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب التونسي في هذه الفترة وقد جدد وزير الخارجي الأمريكي من جانبه الأعراب عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي لا سيما في المستجدات الاقليمية والدولية الرهنة وتم الاتفاق في قنص البيان في ختام هذا اللقاء على مواصلة العمل والتنصيق بين المسؤولين في البلدين لمتابعة جملة من ملافات الشراكة والتعاون الثنائية ومتعدد الأطراف في عدة مجالات تولت دارة التكوين ودارة العلاقة مع الأحزاب والمجتمع المدني تحت إشراف نائب رئيس الهيئة مهر الجديدي وعضوي مجلس الهيئة محمود الوعر ومحمد نوفي الأفريقى اليوم الاربعاء الرابع عشر من ديسمبر الجاري بالمقر المركزي للهيئة إجراء محاكاة لعملية اقتراع بيضاء لفائدة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية وتم خلال هذه العملية تعرض لبعض السيناريوات الممكنة والتشريك جميع الحاضرين في العملية الانتخابية وفق إجراءات وقواعد الاقتراع الاستثنائية التي خصصت بها هيئة الهيئة ناخي بها من ذوي الإعاقة وفق نص البيان الصادري عن الهيئة مساء لأمه تمكن عوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات تتابع لولاية الكاف من حجزي بتنصيق هذا مع المصالح الأمنية وخلال حملة مراقبة مشاركة بمعتمدية قلعة سنانة من حجزي 5.5 طن من المادة الفرين المدعمة لدى مخبزة مصنفة سنفجيمة بعد تعامد صاحبها صنع وترويج خبز غير متابق للمقاييس الفنية الخاصة بصنع الخبز المدعم وبأوزان تقل عن الوزن القانوني المحددة تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 13 و 14 من ديسمبر الجاري وحدات الحرس الوطني العاملة بفوسانا المصلحة المرورية العاملة بطريق سيارة 3 وتجروين من ضبط خمس أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعامدوا اجتياز الحدود الجزائري التونسية بطريقة غير نظامية وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطنية حسام دين جبابلي وبين جبابلي أنه باستشارة نيابة العومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن همها استقبلت رئيسة الحكومة نجلب ضمن رمضان سباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الخاضي على إشراف رئيسة الجمهورية عماد الحسقي الذي سلمها تقرير سنوي للهيئة لسنة عشرين أو ألفين اثنين واحد وعشرين أو ألفين وكان لقاب مناسبة ثمنت فيها رئيسة الحكومة دور الهيئات الرقبية في تطوير طرق التصرف في المال العومي وسليبه وتدارك النقاص وتلاف الإخلالات ومكافحة الفسادة كما دعت بودن إلى مزيد دعم نجاعتها وملأمتها لمتطلبات تعصير التصرف العومي وترشيدها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيانة لهابيا أن المحكمة الابتدائرة أو الإدارية أصدرت أول أمس الثاني عشر من ديسمبر الجاري حكمها القاضي برفض طلب وقف التنفيذ المرفوع من قبله الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتعلقي بقرارها الخاص بضبط القواعد والشروطة التي يتعين على وسائل العلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية استقبلت وزيرة التاجيز والإسكان سر الزعفراني الزنزري اليوم الأربعان ربعشر من ديسمبر الجاري وفدا عن صندوق العربي للانمال الاقتصادي والاجتماعية رأسه سهيب البلدي بحضور صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات وفايزة فراد مديرة عامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط وعدد من إطارات الوزارتين وتناول اللقاء مدى تقدم أشغال المشاريع التي فيها في طور الانجاز والممولة ولا من طرف الصندوق على غرار مشروع طريق سيارة تونس جلمة ومشروع تهيئة الطريق الجهوية 128 الرابط بين عينكتار وقربص كما تناول اللقاء أيضا بحث أفاق التعاون بخصوص تمويل مشاريع جديدة تتمثل في مشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 752 بولاية جندوبة مشروع تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 بولاية الكيف مشروع السد الثغارات بطريق الجهوية رقم 76 بولاية باجة مشروع تدعيم الطريق الجهوية رقم 43 بولاية نابل كما عبرت الوزيرة عن شكرها وتقديرها لشهود التي يبدلها الصندوق من خلال تمويل عدد انهام من المشاريع البنية التحتية ودعت إلى مزيد تطويرها هذا أتعاونها نهاية النشر الإخبارية وهذا تذكير بيبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية قيسعيد يلتقي وزير الخارجية الأمريكية الكاف حجز أكثر من خمسة أطنين وخمسمائة كيلو جرام من مادة الفرين المدعمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد إجراء عملية اقتراعا بيضاء لفائدة الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية ضبط خمسة أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء تعمدوا اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية بطريقة غير نظامية رئيس الحكومة نجلة بودن رمطان تتسلم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخلال استقبالها لوفد عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وزيرة التجهيز تبحث وفاق التعاون بخصوص تمويل جملة من المشاريع الجديدة نهاية النشر الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة والمشوار يتواصل مع سيدة رابلسي وبقية الفريق إلى اللقاء